توفي أمس الخميس 17 نوفمبر 2022 مصطفى النابولسي اللي هو طليق الفنانة الكبيرة سميرة سعيد ودي صورته مع ابنهما حسب ما أعلنت الفنانة نادية مصطفى حيث نشرت صورة لسميرة سعيد وعلقت قائلة النهاردة زي ما كتبت على صفحتي على الفيسبوك معاد عزاء أستاذي محمد سلطان أرسلت لكل فنان معي رقموا على الواتساب ومنهم الفنانة الكبيرة سميرة سعيد فكلمتني واعتذرت عن حضور العزاء لأنها خارج مصر لأن أبو ابنها شادي توفي أمس ربنا يرحمه ويسكنه فسيع جناته سميرة سعيد طبعا مطربة مغربية معروفة ولدت في مدينة الرباط بالمغرب العربي وهي عندها دلوقتي 64 سنة ومحتفظة بجمالها زي ما احنا شايفين أنا مع شيرين عبدالوهاب تبا أصغر منها وفي هذا الإطار نستعرض أبرز التصريحات أطلقتها سميرة سعيد قالت أنا لست طباخة ماهرة ولكن أفضل للأكلات التي أتميز بها وهي الكبدة وتجمعني بشيرين عبدالوهاب صداقة قوية ومن أجمل مواقفها معي أنني كنت الوحدي بالمنزل في شهر رمضان بسبب صفر ابني شادي وشيرين طركت كل شيء حتى أنها كانت في بداية زوجها ولكنها أصرت على أن تترك أسراتها في أول يوم في رمضان حتى تشاركني الإفطار ولا تتركني وحدي وهذا الموقف لا أنساه لشيرين عبدالوهاب أبدا موقف جميل فعلا من شيرين عبدالوهاب قالت أيضا أتمنى تقديم أغنية شعبية وأحب صوت المطرب أحمد عدوية جدا وهو أفضل من قدم الأغنيات الشعبية دي هنا أثناء البرنامج إطلالة مبهرة طبعا سميرة سعيد الأسطورة مغنية مغربية موليد مدينة الرباط في المغرب في يناير 1958 وهي تعيش في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية ومن أرضم الفنانات العربيات التي لا زالت مستمرة حتى الآن بعد وفاة الفنانة وردة الجزائرية حيث أن كل من الفنانات ميادة الحنوي وعزيزة جلان ومجد الرومي قد بشروا الفن بعدها بسنوات سميرة سعيد معروفة طبعا مدربة جميلة تزوجت الفنانة سميرة سعيد مرتين الأولى عام 1988 وكانت لمدة سبع سنوات من الموسيقار هانيم هنة هنا مع زوجها الأول هانيم هنة صورة نادرة وهنا أثناء احتفالهما بالزفاف بالمغرب سميرة سعيد وهانيم هنة أثبت أن الصداقة ممكن أن تستمر فبعد مرور سنوات عدة على طلاقهما الذي تم عام 1994 إلا أن علاقة الأحترام المتبادل والزمالة المهنية هما الغالبان حيث ظهر كل من سميرة ومهنة في حفل توزيع جوائز الميمة بمنتهى الرقي فالتقطت عدسة الكاميرا سميرة سعيد وهانيم هنة والابتسامة الصافية تعتلي وجه كل منهما أثناء تسليم وتسلم الجائزة دي صورتهم مع بعض ودي أغنية بتاعتها مش هتنازل عنك أبدا مع صورة نادرة أما الزواج الثاني لسميرة سعيد فكان عام 1994 من رجل الأعمال المغربي مصطفى النبولسي ورزقت منه بولد وحيد اسمه شادي عام 1995 وهي منفصلة حاليا هنا مع ابنها شادي بقى شاب كبير طبعاً دلوقتي أطول منها طبعاً يحفظوا لها وتحرص المطربة سميرة سعيد باستمرار على استخاب ابنها الوحيد شادي إلى كل حفلاتها وبروفاتها وصهراتها هنا مع ابنها شادي صور جميلة تبين ماذا الحب اللي بينهم وأليكم مجموعة من الصور النادرة التي تجمع ما بين الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافز والفنان المغربية سميرة سعيد وهي طفلة صغيرة في بداية مشوارها الفن هنا الصخف كتبت رحلة للمغرب مع نجوم القاهرة وكانت صورتها اهي مع سميرة سعيد في طفولتها دي صورة نادرة جداً ليها معها مع العندليب الأصمر ذكريات من الفن الجميل وقد استضافت الاعلامية من الشاز للنجمة ساميرة سعيد في حلقتاي راس السنة الفين وتسعتاشر الفين وستاشر من برنامجها المزاع على قناة سي بي سي هنا في الفين وستاشر حلقة واس السنة وظهرت متعلقة كعددة مدرسة سميرة سعيد اللغة الفرنسية في الجامعة بالمغرب وقد كانت لها عدة مشاركات منذ عمر التسع سنوات ومن أول أعمالها كانت شكونا الأحبابنا ومسلسل مجالس الفن والأدب أول استوانات سميرة سعيد كانت تحت اسم لقاء عام 1970 علماً أنها تخرجت من البرنامج المغربي مواهب حينها اكتشفها حينها الملحن عبدالنبي الجيراري وانتقرت بعدها لمصر عام 1977 لتقوم ببعض الأغاني مع محمد سلطان من ضمنها الحب اللي نعيشاه كما شاركت الفنان محمد الموجي ببعض عملها أيضاً من أبرز الأغاني التي اشتهرت بها سميرة سعيد حتى اليوم الجاني بعد يومين ومش حتنازل عنك أبد تعاونت سميرة سعيد مع العديد من الفنانين الخليج منهم عم بادي الجوهر وطلال مداح وغيرهم حيث كانت أول مطربة تغني وتطرح ألبوم خليجي كانت تحت عنوان بلا عتاب وأيضاً كانت أول مطربة تغني في العيد الوطني للأمارات وحصلت الفنانة سميرة سعيد عدة جواز من بينها جائزة الموسيقى العالمية ميوزيك بوكس عن ألبوم يوم ورا يوم التي أدتها مع المطرب الجزائري الشاب مامي ومنحت سميرة سعيد من قبل الملك محمد السادس وسام القائد في احتفالات عيد العرش 2009 وأبرز بألبومات سميرة سعيد مش هتنازل عنا الف وتسعمية سبعة وتمانية من ناحية أخرى كانت تحرصت النجمة شرين عمدي وعب على حضور عيد ميلاد الفنانة المغربية سميرة سعيد الذي يقيم عشر يناير الفين وسبعتاشر بمنزلها بحضور عدد من أصطقائها من داخل وخارج الوسط الفني لكان فعيد ميلاد سميرة سعيد ونشرت شرين عبر صفحاتها الشخصية على موقع الصور الشهير أنستجران صورة مع الفنانة سميرة سعيد تهنئها فيها بعيد ميلادها وعلقت عليها قائلة من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد الديفا سميرة سعيد ليلة أمس لو أعجبكم الفيديو يريد تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين شكرا لكم